موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين مطبخ ننا معكم ننا الحجيري اولا انا بشكر كل المتابعين الجداد اهلا وسهلا بكم وعلى راسي من فوق خصوصا الناس المختربين اهلينا واخوتنا وابنائنا اللي موجودين في الخارج انا بسعيدني جدا انضمامكم للقناة وان شاء الله اكون عند حصن زنكم فاحسن الاكلات واشهاها واسهلها وكمان اقتصادية وخفيفة على قد ايديكم تقدروا تعملوها فقال مجهود وباذن الله هقدم لكم باذن الله ان شاء الله وصفة جديدة جدا في فيديو مجمع لكل الاكلات السريعة اللي تنسبكم النهاردة ان شاء الله هقدم لكم برضو كفتة البطاطس بحشوة رائعة اكتر من سهلة وبسيطة وكمان مكوناتها اقتصادية وخفيفة وموجودة متوفرة في الاسواق وكمان في جبيل شايفين معايا دي حشوة البطاطس الحشوة فعلا طحفة مش هقولكم عليها يلا بنا ندخل الفيديو ونشوف تجهزها في اقل من 10 دقايق هتعملوا احلى كفتة بطاطس بحشوة جميلة جدا ومشبعة وكمان مش ممكن تقدروا تاكلوا حاجة جنبها يعني اقتصادية نبدأ بسم الله المقدير وطرقة التحضير بسم الله انا معايا نصف كيلو من البطاطس طبعا مخصولة ومسلوقة كويس جدا علشان حتتهرس الحشوة بتاعتي معايا كمية اي كمية على حسب الرغبة والمتعفر من البسترمة ومعايا بقدونس وكوسبرا والبهارات معايا كركم ملح فلفل اسود ومعايا كمان كمون وبابركة ومعلاقة صغيرة من التوم البودر نبدأ بسم الله الطريقة اول حاجة بجيب البولة وبهرس فيها البطاطس كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض الخطوات كلها سهلة وبسيطة بعد كده هضيف البهارات اللي سبق وذكرتها هكتب لكم البهارات في صندوق الوصف وهقلبهم كويس جدا وحضيف البقدونس والكوسبرا البقدونس والكوسبرا مش كتير يعني ممكن عوضين تلاتة من كل حاجة بتدي طعم ونكهة وكمان لون في الخلطة بتاعة البطاطس جميلة جدا والخضروات كمان اكيد فيها فيتامين كلنا محتاجين اي اضافة تعلي عندنا المناعة وتدينا طاقة او فيتامين الجسم محتاجه هنا ضفت كمان البسترمة البسترمة شهية جدا في الاكلة دي يعني اللي مش بيحبها باذن الله لو جربتها هتلاقيها جميلة جدا جدا وشهية وكمان الوجبة بتاعتي مشبعة يعني مش هتحتاج يبقى فيه حاجة جنبها قلبتهم كويس جدا وحدق دلوقتي اشكلهم انا هعملها على شكلين اول شكل جي في دماغي اللي هو شكل الصوابع تبقى على شكل الكفتة الصوابع وكمان هضيف لها حشوة تانية الجبنة المتزرلة تمام؟ يعني انا دلوقتي اول طريقة او اول شكل هعمله معاكم هيبقى محشي بالجبنة المتزرلة الجبنة المتزرلة اضافة مش حابين كفاية هي تكتفي طبعا بالبسترمة دي حشوة ممتازة لها بس انا حبيت عشان هعمل شكلين فكل شكل يبقى مختلف بحشوة مميزة عن التانية خلاص كده انا عملت الصوابع بالشكل اللي احنا شفناها ده بكورها وبعدين بديها تبطيطة كده خفيفة وبحط فيها جواها قطعة من الجبنة المتزرلة وبقفل عليها وكمان بديها برمى في كف ايدي بيبقى على شكل الكفتة الصوبع او الطويلة هكمل كمية معينة او نص الكمية بالطريقة دي الشكل التاني هعمله معاكم خلاص خلصت الكمية اللي انا عوزاها بحشوة الجبنة المتزرلة اللي ايه على شكل صوابع الشكل التاني هكمله على شكل كور المتعارف عليه الكفتة الكور اللي احنا بنعملها بكل سهولة دي مش هحشيها جبنة متزرلة بالشكل ده هكمل بقية الكمية الكور بتاعتي من الكفتة من غير حشوة الجبنة المتزرلة تمام؟ يعني انا عملت الكمية دي بدون جبنة متزرلة والكمية دي جواها الجبنة المتزرلة كمان فيه تكنيك تاني في طريقة الطهي جبت هنا بيضة وحطت عليها ملح وفلف الاسود وطبعا لازم تخفوها بمعلقتين تلاتة من اللبن او الميا علشان تبقى سهلة في خفقها كده ومعايا بقسمات او فيجيتار هنا حبدأ ان انا احضر الكفتة الصوابع اللي هي فيها الجبنة المتزرلة حطتها الاول في البيضة وبعد كده بخرجها بحطها في طبق الفيجيتار او البقسمات انا سبق وعمل الفيجيتار والبقسمات عندي على القناة هحط لكم اللينك بتاع الفيديو او الرابط بتاعه في صندوق الوصف ولو مش قادرين تعملوه تقدروا تشتروا بكل سهولة من اي سوبر ماركت او العطار عملت كل الكمية اللي هي الصوابع الكفتة المحشية جبنا متزرلة في البيض او من البيض على البقسمات او الفيجيتار انا هنا مش بحط الطبقة بتاعت الدقيق بكتفي من البيض للفيجيتار على طول علشان الطبقة الخارجية ما تبقاش سميكة تبقى خفيفة حتى في البني او الاسكلوب لو حبيت اعمله بيبقى برضو الطريقة بتاعتي من البيض للفيجيتار على طول انا مش بضيف خالص الخطوة بتاعت الدقيق هكمل كل الكمية صوابع بالطريقة دي جبت بقى الطاصة بتاعتي حطت فيها الزيد غزير واو المسخن قليت الكور بتاعت كفتة البطاطس بدون بيد وبقسمات تمام؟ يعني هنا في طريقتين للطهي كمان الاكلة بتاعتي عملاها على وجبتين مختلفتين او طريقتين مختلفتين عشان كده شكلت كل نوع بطريقة معينة بعد ما قليت الكور بكل سهولة في الزيت طلعتها طبعا بعد ما استوت وحقلي في نفس الطاصة الكفتة الطويلة المسبعة اللي جواها جبنا موت زارلة باضافة البيض والبقسمات بالشكل ده خلاص خلصت الكمية بتاعتي قدي ايه شهية وقدي ايه الملح بتاعها مزبوط جدا جدا وكمان البهارات التوابل اللي ضفتها ليها بجد فوق التحفة زي ما تعودنا دايما وان شاء الله تعجبكم الكفتة بتاعتي النهاردة بحشوة الجبنة الموت زارلة وبحشوة البسترمة طبعا لو مش حابين البسترمة ممكن تضيفوا بدلها لحمة مفرومة بس تكون متع الصجع يارب تكون اللي بجبة بتاعتي سهلة وبسيطة عليكم جميعا وما تنسوش لايك للفيديو اشترك في القناة الاول مرة شرفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحتين وهنا على قلبكم يا رب كانت معكم لنا الحكري موسيقى موسيقى